موسيقى صباح الخير مشاهدينا فين ما كنتوا داخل أو خارج الوطن حياكم الله في حلقة جديدة من صباح بلقيس جهزوا فنقان الشاهي والقهوة عشان تنضموا لنا في حلقة جديدة صباح الخير وديان وصباح الخير مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة مع بداية هذا النهار كل يوم في الساعة العاشرة مشاهدينا فقرات ومواضيع عديدة ترافقنا اليوم موضوعنا الرئيسي بنتكلم عن كيفية استقبال الأسرة للمولود الجديد وتهيئة الوالدين لهذا اليوم المهم وأيضا لدينا حديث عن تنمية الذات المرتبط بالمشاعر والأحاسيس لذا خصصنا موضوع عن أهمية الوعي بالمشاعر وكيف نتعامل معها بفعالية عالية وكمان معنا تقرير مميز عن أبواب تعذ وأشكاله المختلفة في أنحاء المدينة ولنا جولة أيضا منوعة ومتجددة من الأخبار من حول العالم وكمان معنا مشاهدينا في كل حلقة سؤال لكم وسؤال حلقتنا لهذا اليوم ما هي إجراءات استقبال طفل جديد تربويا واجتماعيا واقتصاديا وطبعا مشاهدينا يسعدنا ويفرحنا تفعلكم معنا على حسابنا الرسمي قناة بلقيس ننتظر تعليقاتكم نفتح أخبارنا المنوعة اليوم من محافظة ريمة حيث قام الأهالي في مديرية كسمة بنحت الجبال ذات التضاريس الصعبة لشق طريق لتسهيل حياتهم وتأسير عملية المرور من وإلى المناطق المجاورة وكذلك نقل البضائع والمسلزمات الحياتية إلى القراءة المعلقة في رؤوس الجبال الشهقة وعلى الرغم من غياب الدولة وما تركه ذلك من فراغ في المشاريع الخدمية إلا أن أبناء محافظة ريمة لم يتوقفوا عند هذه الحقيقة بل نظموا مبادرات وكثيرة في شق ورص الطرق الواصلة بين القرى والمديريات وهذا الأمر سهل حياة الناس واختصر رحلة طويلة من معاناة جلبة من الانبياء والموارد الأساسية وسهولة الوصول إلى المدارس والمراكز الصحية والطرق الرئيسية الواصلة إلى مراكز المحافظة وهي بادرة إيجابية حصلت أيضا في محافظات أخرى وقد تتسع دائرتها لتشمل مناطق أخرى وتعكس حس المبادرة والإقدام في ذهنية اليمنين ولو في ظروف صعبة كالتي تمر بها بلادنا لهذا اليوم سمية معروف أن محافظة ريمة من أكثر المحافظات في اليمن التي هي معروفة بوعورة الطريق فيها وارتفاعها كذلك وهذه مبادرة هي دليل على ارتفاع حس المسؤولية في أفراد المنطقة ففعلا شيء رائع إذن ننتقل لخبرنا الثاني اليوم سمية هل تعتقد أنه في عدالة اجتماعية عندنا؟ يعني هذا الموضوع طويل علشان نناقش موضوع العدالة لكن خصص اليوم للاحتفال بالعدالة الاجتماعية العالم اليوم يحتفل به وقد أقرته الأمم المتحدة في العشرين من فبراير في عام 2008 ونوضح أن تاريخ أو تاريخ مفهوم العدالة الاجتماعية قد نشأ في أوائل القرن التاسع عشر خلال الثورة الصناعية والثورات المدنية اللاحقة في أوروبا والتي نادت بتأسيس مجتمعات أكثر مساواة والقضاء على الاستغلال الرأسمالي للعمالة البشرية ومع مرور الوقت تطور مفهوم العدالة الاجتماعية حيث اعتمد على خمسة مبادئ لتحقيقه وهي المساواة والوصول إلى الموارد والمشاركة والتنوع وحقوق الإنسان صحيح والعدالة الاجتماعية وأهداف هي تدعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على الفقر والتمييز وتعزيز العدالة اللائقة والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية والعدالة للمجتمع هذا من أهم الأيام نتمنى أنه المفهوم العدالة الاجتماعية يسري في جميع الدول سواء كانت العربية أو غيرها وننتقل إلى خبرنا الحالي عن آخر أخبار كورونا وظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا يعني برأيك متى سينتهي هذا الفيروس اللي ما شاء الله كل يوم مع تحديث جديد صحيح الجديد أن أبحاث يابانية تبنت أو بيّنت ظهور نسخة جديدة من متحور أميكرون تسمى بي اي تو وتنتشر بسرعة أكبر من أميكرون وقد يتسبب بأمراض أشد خطورة من أميكرون يا سلام أخطر ما يميز هذا المتحور الجديد هو أنه لا يظهر من خلال فخوصات بي اس بي سي آر عفوا ما جعل البعض يسميه المتحور الخفي على وزن اللهو الخفي صحيح وقد انتشرت النسخة الجديدة من أميكرون بي اي تو بسرعة في بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك وكما رصدت حالات إصابة في كل من كاليفورنيا تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية كان هذا هو الخبر المزعج لكن الخبر الجيد في هذا الملف هو تصريح الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية الذي قال فيه أن فرصة السيطرة على الوباء العالمي خلال عام 2022 لا زالت ممكنة محذراً أصحاب القرار والمعنيين من عدم تفويت هذه الفرصة ماذا عن هذا الكلام؟ أظن أننا سنستمر باتباع الإجراءات اللازمة لحماية أنفسنا من كورونا ونتمنى أنه فعلاً هذا المرض بدأ العالم يتأقلم مع هذا الوباء نحن نتمنى أنه يحصل شيء ننتقل إلى خبرنا الأخير وهي قصة مؤثرة وملهمة في نفس الوقت عن سيدة تركيا وزوجها بإيجاد طريقة للأمومة بطريقة جديدة ما هي السمية؟ التركية فاطمة سرتر أصبحت أماً لتسعين طفلاً موزعينة في مناطق مختلفة حول العالم بعد تبنيها الأطفال الأيتام من جنتيات مختلفة عبر منظمات خيرية السبب لهذه الخطوة قالت فاطمة بأنها فشلت في محاولات إنجابها وزوجها عثمان بعد جهود العلاج التي استمرت لسنوات لكنها لم تستسلم لهذا القدر فرأت أن الطفل البيولوجي ليس الوسيلة الوحيدة للأمومة فعلاً وربما تكون قصة السيدة فاطمة ملهمة للعديد من الأزواج الذين لم يتمكنوا من إنجاب أطفال ونموذج لنشر ثقافة التبني في أوساط مجتمعنا برأيك ديان هل يمكن فعلاً أن تنتشر ثقافة التبني؟ يمكن عالجان الموضوع في شوي يطلق من الناحية الدينية وفي عندنا كفالة يمكن المصطلح حول شوي بيثير القدر والأم تقريباً هو ليس فقط مقتصر فقط بالأمة البيولوجية لكن دور الأم أحياناً قد يكون من أمهات لم يلدنا يقول عندنا مثل الأم الذي تربي وليس الذي تخلف وإلى بور سعيد ننتقل يا سمية ننتقل إلى مصر وإلى بور سعيد المصرية حيث ابتكر أحد الشبان بفكرة محل للبلاستيشن والتي ليست كباقي المحلات بين أربع جدران بل في الهواء الطلق ويمكن أن تلعب وأنت داخل سيارتك هذا موضوع شوي فيه لغض نشاهد هذا التقرير اللي بيوضح لنا تفاصيل هذه القصة مشاهدين لماذا الذهاب إلى متجر مزدحم للعب البلاستيشن؟ إذا كان يمكنك أن تفعل ذلك وأنت مرتاح داخل سيارتك الخاصة هذا ما يوفره الشاب أحمد سالم لزبائنه في مدينة بور سعيد المصرية الوالدان مع أبنائهم والرجال مع زوجاتهم والشبان أصدقاؤهم يمكنهم ببساطة قيادة السيارات حتى تتوقف أمام شاشة مثبتة على الجدار والبدء في اللعب من أماكنهم على مقاعد السيارة داخل تلعب بعربيتك مش الآن ما هي حاجة أنت تدخل تنزل الشارع عادي بعربيتك بتروح تاني وأنت لسه في بعربيتك وأنت لعبت وكلفت وشريفت وكل حاجة حصلت مرحب الله وسواء أكنت في مقعد السائقي أو الراكبي فأدوات اللعب في يدك الأمر الذي حول هذا المكان إلى متنفس لقضاء وقت الفراغ في المدينة جيت بفكرة أن أنا عايز ألعب بلستيشون وأنا في العربية عادت مع صحابي يمكن هم صحاب عشرة أم كل واحد بقى من هنا بدأ الموضوع يتبني كل واحد فيهم ومطلهم مهندسين كل واحد فيهم في مجاله وطلع لي أحسن ما فيه يعني يمكن الديزاين هنعمل إيه إزاي نحمي نفسنا من المطر إزاي نحمي نفسنا من كل الكلام ده كان بشمانسو عمر يتكلم فيه سواء اتصالات سيستم المكان كله بشمانسو عبد الرحمن سواء جيمين جو أي حاجة بشمانسو الزياد الناس كلها كل واحد تلعب بفكرة أومنا المكان وصمم سالم وأقرب أصدقائه هذه الفكرة بالكامل وأصبح تحمل اسم بلاي ثرو على غرار القيادة وتلقي الخدمة من المطعم وفتح المكان وأبوابه للجمهور الشهر الماضي في محاولة لاجتذاب من يتزاحمون في العادة على محلات الألعاب الأخرى ويزرونها بشكل متكرر نظام عمل المكان هو التأجير بالساعة نعمل حاجة جديدة لأنه طبعا صعب أن تأخذ زوجتك وتروح المحلات البيتشان العادية التقليدية ووضعها الحالي طبعا كلها سجاير كلها طبعا شباب كتير زحمة طبعا الوضع اللي احنا فيه ظروف الصحية وظروف الفاة البلد دلوقتي مش مشجعها لحاجة زي دي نظام عمل المكان هو التأجير بالساعة مقابل خمسين جنيها مصريا أي ما يقرب من ثلاثة دولارات ويستقبل المكان ثلاثين سيارة تقريبا في اليوم وهو أفضل كثيرا مما توقعه سالم الذي كان قلقا من أنها ستكون مغامرة غير مضمونة أنا كشخص مثلا بحب عربيتي فأنا أعجواها وبالعب مثلا مثلا فيفا وبالعب أي لعبة ضمن التليستيشن فالموضوع ممتع لا يعني عمانا مثلا أكون قاعد على كانبا ومش عارف إيه وقاعد ويبقى اللي على شمالي بيشرب سجال واللي على يميني مش عارف بيعمل إيه لا أنا هنا قاعد في راحتي خلص عمال ألعب براحتي دنيا أجمل بكتير يعني الخدمة التي اتكرها الشاب أحمد سالم قد تفتح البابة أمام انتشار هذا النوع من الألعاب وربما نجد من يكررها في أكثر من مدينة وأكثر من دولة في قادم الأيام ما دم أنه يعني السيارة مركونا وهم قاسين يتفرقوا إذا نحن في السليم يعني صحيح وممتعة جدا فكرتها فيها نوع من الحماية والخصوصية وأيضا المتعة المتعة الآمنة يعني صحيح لأنه كنت أحسب بما يسوقوا ويلعبوا بلاستيشن بروحوا في 60 داية بعدين لا فكرة رائعة جدا وننتقل الآن مشاهدين إلى موضوعنا الرئيسي أن تحظى بنعمة انتظار مولود جديد هي تجربة ثرية وسعيدة بالنسبة لكل أسرة ولكن مقابل هذا السعادة والحماس وترقب للتحدي الجديد هناك معادلة إضافية تتعلق بجوانب متعددة في حياة الأسرة الناشئة استقبال المولود الجديد يعتبر حدثا خاصا ومميز نفس الوقت ويحدث تغييرا جبري في حياة العائلة ويرتبط به التزامات ومسؤوليات متعددة يجب أن تأخذ في الحسبان من قبل الأهل سواء كانت التزامات اقتصادية أو نفسية أو حتى اجتماعية ولأجل هذا الموضوع كان سؤال حلقتنا لهذا اليوم هو ما هي إجراءات استقبال طفل جديد تربويا واجتماعيا واقتصاديا وننتظر تعليقاتكم لنقرأها في نهاية هذه الحلقة مشاهدينا خلونا نتابع هذا التقرير وبعدين نواصل حوارنا حول موضوعنا اليوم عن استقبال مولود جديد ونستقبل ضيف في الاستوديو مجي روح جديدة للحياة قد يعتبر سببا كبير للاحتفاء والبهجة وهذا ما تفعله كل أسرة مع قدوم مولود جديد يحمل السعادة والبشرة وتختلف طرق استقبال الأطفال الجدود من مجتمع لآخر عادات وتقاليد متنوعة حول العالم لكنها تتفق جميعها على أن استعداد الوالدين للطفل الجديد يتطلبه جهدا نفسيا واقتصاديا كبيرين كل العوائل الموعدة بانضمام الفرد الصغير القادم تبدأ بترتيب إجراءاتها للتعامل مع هذا التطور الحاصل في العائلة الذي له تباعات على مختلف الأصعدة وعلى رأسها البدء بتهيئة نفسية مع الأطفال الآخرين خصوصا إن كان هناك أطفال آخرون قبله في العائلة فمن أكثر التحديات التي تواجه كل أب وأم تخفيف شعور الغيرة لدى الطفل الذي سبق ومهما كان عمر الطفل الأكبر فإن تجربة أن يحظى بأخ أو أخت قد تتضمن الكثير من المشاعر المختلطة ولا يقتصر الاستعداد على الأطفال فقط بل إن الوالدين بحاجة للاستعداد بانضمام طفل جديد للعائلة وثق مجموعة من الإجراءات المواليد الجدد عالم له كينونته وتفاصيله ويتطلب توفير ظروف صحية ومناسبة لنمو المولود من الجوانب الجزدية والنفسية ولكن هذا يغيب عن بال الكثير من الأسر التي تراه شكلا من أشكال الترف رغم أنه ضرورة كي يغدو الطفل عنصرا فعالا بالمجتمع في المستقبل إذن مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الستوديو ضيفتنا الكريمة الأستاذة الأستاذة المولود الجديد لكن في ضغوطات كثيرة نبدأ فيها من جانب الأم ما هي الاستعدادات التي يجب أن تبدأ بها الأم لاستقبال هذا الضيف الجديد في الأسرة؟ الحقيقة وجود أو دخول مولود جديد على العائلة هو أحلى ضيف يضيف البهجة على حياة جميع العائلات خاصة إذا ما كان هو المولود الأول فأكيد الاهتمام فيه رح يكون يعني على أشده استعدادات الأم بتتقسم لعدد جوانب بالحقيقة في عندها استعدادات نفسية وجسدية وصحية يجب الاهتمام فيها فيما قبل الحمل وحتى قبل الولادة وقلينا نقول الاستعداد الأول هو ما يسبق مرحلة الزواج وهو اختيار الزوج المناسب لحتى يكون يلعب دور الأب بشكل جيد مع الأطفال حتى يكونوا بصحة نفسية جيدة البداية الاستعدادات الصحية والجسدية بتكمن باستعدادات الأم لمرحلة الحمل وأثناء الحمل الاهتمام بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية اللي بتحتاجها الاهتمام بتغذية صحية صحيح الابتعاد على التدخين اهتمام كمان بالوضع النفسي لأنه كثير بيأثر على نمو عقل الجنين فكمان كثير مهم تتعد عن كل الضغوطات النفسية اللي ممكن يكون إلا أثر سلبي على حياة الطفل وعلى تكوينه الجسدي الفيزيولوجي وكذلك النفسي هاي الأشياء اللازم تهتم فيها بشكل جيد وأيضاً يعني فينا نقول خلي العائلة كلها تستعد بشكل جيد لأستقبل هذا المولود اللي حيكون له كثير دور مهم بحياته ومعاقد نؤتهم وانشغالاتهم لذلك لازم يكون فيه إلا استعداد حتى يكون بمكانه المناسب يتلقى رعاية المناسبة من الأم والأب والعائلة بشكل عام خاصة إذا كان فيه أطفال أكبر منه رح يكون إلاهم دور أيضاً باستقباله أستاذ نادا ذكرتي أنه وكلنا عارفين كذلك أنه يعني إن جاب طفل أو انتظار المولود الجديد هذه مناسبة سعيدة على الرغم من أنه مناسبة سعيدة ولكن الأم أحياناً قد تشعر ببعض المشاعر المتضاربة وممكن تقول أحياناً لحظات اكتئاب أو حزن هذا بسبب الهرمونات ما هي هذه التغييرات اللي ممكن تطرق على الأم؟ صحيح خلال مرحلة الحمل الأم تمر بتغيرات جسدية كثير كبيرة أيضاً نفسية تغير الهرمونات بالجسم وجود كائن آخر يعيش بداخلها بيعمل كثير تبدلات نفسية وهرمونية أيضاً تطور نموه خلال فترة الحمل أيضاً بيأثر على هذه التطورات وبتأثر على مزاجها بتأثر على اهتماماتها بتأثر على قدرتها الجسدية حتى للقيام ببعض الأعمال سواء كانت المنزلية وإذا كانت تعمل بيحد كثير من خياراتها لأنه بتتغير حياتها خاصة إذا كان هو المولود الأول ستحس بفرق كبير ما بين حياتها قبله وبعده كانت تعتبر تقربة جديدة من هذا طبعاً وهذا كثير بيأثر على نفسيتها المطلوب أنه المحيطين فيها يتقبلوا هذا الأمر أولاً ويشعروا كما هي تشعر يعني تقلب مزاجها عدم قدرتها بشكل كثير على الصبر على كثير من أمور أو ضوطات الحياتية بسبب هذا التغير الهرموني هي بحاجة لتاخد ريلاكس باللوقت والتاني بنفبل لهم تاخد فترة من الراحة أثناء العمل أو إذا حست أنه ما عندها قدرة جسدية على القيام ببعض الأعمال ممكن تأجيلها حتى تكون قادرة على القيام بهذه الأعمال وهي الأعمال هذا كثير مهم حتى يقلل الضغط النفسي عنها وما يشعرها بسقل الحمل وتشعر بالمسؤولية الكبيرة أثناء الحمل نفسه فما بالك فيما بعد الولادة لحيكون في مسؤولية طفل آخر وكائن آخر بيعيش معها مطلوب اهتمام فيه طول الوقت وهي بحاجة لأنه تكون جسدياً قادرة على هذا الأمر صحيح طيب من جانب الأب دائماً نلاحظ نلاحظ أنه قدوم المولود الجديد ممكن يؤثر على نفسية الأب لكن أحياناً الأباء لا يلاحظوا هذا الضغط النفسي اللي يشعروا فيه أحياناً يدخلوا في حالة من التغيرات النفسية لكن ما هي هذه التغيرات اللي ممكن تصل أحياناً ربما إلى الاكتئاب صحيح تير مهم سؤالك الحقيقة غالباً الأب بيكون دوره شوي بعيد خاصة لما نحكي عن مولود جديد نحكي عن الأم ومن ركز عليها وبننسى أنه فيه أب عنده مسئولية تجاه هذا المولود الجديد وأيضاً بحاجة إلى الاهتمام كما الطفل الجديد القادم يعني الأم بيكون فيه عندها مسئولية أنه تمشي حياتها في البيت كما كانت سابقاً توزع اهتماماتها على نفسها وعلى المولود الجديد وعلى زوجها وبنفس الوقت كل واحد منهم له دور ومهام بهذه العملية المتكاملة لأنه هذا دورهم كعائلة دور الأب كثير مهم بشخصية الطفل وبناءه النفسي خاصة بمرحلة ما بعد الولادة ضيفي على هذا الأمر الأم غالباً تتعرض لما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة فهي بحاجة لدعم ورعاية واهتمام من الزوج كما هو أيضاً بحاجة لهذا الدعم لأنه هو بيشعر أنه فيه دخيل جديد عن العائلة أخذ واستحوز على اهتمام الأم ورعايتها هذا الأمر كثير مهم أنه تحاول تدركه الأم قدر الأمكان لحتى يشعر الوالد بمسؤوليته وما يشعر أنه هو مستثنى ومستبعد خلال وجود المولود الجديد بالعائلة بشكل جديد يعني تحاول قدر الأمكان الأم تعطيه من الاهتمام تشرك الزوج بمسؤوليتها خليه ساعدها ببعض الأعمال تحضير الببرون للبيبي ياريت اسمع أوكي أستاذ صحيح هذا الأمر كثير مهم بعض الآباء للأسف بيكونوا بيعتقدون أنه الأم هاي أنا بيبي صغير شوف بيقدر أعمله في بعض الآباء يا أستاذ يعني يغيبوا عن هذه الفترة تماما صحيح طوال هذه الفترة مش عارفين أشيح صحيح صحيح وهذا الشي بي نعكس سلبا حتى على نفسية الأم لأنه بتشعر بمسؤولية عنده هورمونات مبطربة ومتغيرة حتى مع بعض الولادة ومرحلة الرضاعة بحاجة لسند ودعم هذا الدعم كتير سيخفف عنها الأثر النفسي لكل الضغوطات التي عم تعيش فيها ويجعلها تستمتع نوعا ما وتأخذ نفس يعني لا تهتم بنفسها لا تهتم بأطفال الآخرين وبالمهام المطلوبة منها بنفس الوقت الآن أنت ذكرت أشياء عن دور الأب لكن مثلا ممكن نوضحها بشكل أكثر يعني عن دور الأب ما قبل الولادة دور الأب ما بعد الولادة إيش ممكن يعملوا الأباء إذا هم مثلا مش عارفين إيش ممكن يعملوا كدور مع زوجاتهم مش بس الدعم النفسي هل في أدوار أخرى ممكن هو يقدمها صحيح الآن في مرحلة الحمل بحد ذاتها في مساعدات كثير كبيرة أهم أنه الأم كثير من الأعمال المنزلية لا تقدر تقوم فيها نتيجة سقل الحمل وما بتقدر تتحرك بشكل سريع فبتحتاج دائما لعون يعني سواء كان بلبس بعض الأشياء أو بالمهام المنزلية الزوج يعني المطلوب منه أنه يساعد بالأمور اللي لا تستطيع زوجته القيام فيها بحد ذات وهي المساعدة غير أنه هو بيسهل الأمر عليها هو بيشعرها أنه هو شريك وهي بحاجة لتشعر بهذا الأمر وما تحس أنه هي مسؤوليتها وحدها الحمل والولادة والمولود الشديد لما منبتدي من هون الأب رح يشعر بدوره كأب يعني رح يبلش يشعر بمشاعر أنه أنا شريك ونحن هنصير عائلة يرقبط بالبيبي تماماً وحتى هو بجهز نفسياً هذا استعداد النفسي لدوره كأب وليس الأم فقط فيما بعد زالك فيما بعد الولادة الأم بتحتاج كثير ل مثلاً المناوبات الليلية الطفل بالأشهر الأولى ما بينام بشكل متواصل بالليل فدائماً في استيقاظ متكرر للرضاعة وغيره الأب مسؤوليت أنه يتابع هذا الأمر مع الأم لأنه كمان هي بتحتاج لقصة من الرعاة حتى تقدر تقوم بمهامك كأم سواء كان بالرضاعة أو الاهتمام بالطفل الجديد وهون بيك مندور الأب بالإضافة لشعرها أنه دائماً جنبه هو سنده هو عم يسمعها مهما كانت تتزمر ببعض الأحيان من المسؤوليات أو من التعب يستوعب هذا الأمر ويكون سند لإلها هذا الأمر ضيف يعني أنه هو بيساعد الأم هو بيساعد الأب أنه يشعر بيدوره كأب داخل العائلة ويبدأ يأخذ دور جديد بحياته ليس فقط كزوج طيب أستاذة ذكرنا الأم وذكرنا الأب نجل للأب أو الطفل اللي يكون أصلاً الأخ الكبير يعني كيف نهيئة استقبال مولود جديد من دون ما نعاني من موضوع الغيرة صحيح هذا السؤال كمان كثير مهم الحقيقة دخول مولود جديد للعائلة إذا كانوا الأطفال صغار سناً بيكون الأمر أصعب لسببين الأول أنه لازالوا متكلين عن الأم ببعض مهام يعني في بعضهم مثلاً ما بيدخل الحمام واحدة بساعدة الأم لسه ما بيأكل لحاله بيطلب مساعدة الأم الضيفة على هذا الشي هو ما بيعرف يعبر بالكلام فغالباً لما بيشعر بمشاعر سلبية بتظهر هذه الأشياء من خلال سلوكياته بصور عدوانية عناد بتغير سلوكه بشكل كتير كبير هذا الأمر بيخلي الأم بحالة توتر لأنه في عندها بيبي جديد مطلوب منها تتنفيه وبنفس الوقت لازم تكون مركزة مع الطفل الأكبر سناً اللي الشيك عم يتصرف شو حاجاته النفسية النقصة هل يشعر بالغيرة فعلاً كيف يتعامل مع الأمر النقطة المهمة أنه دائماً أشرك الطفل سواء كان صغير أو كبير طالما أنه في طفل جديد دخيل على العائلة جديد فنحن بحاجة أنه نشعر الطفل بأنه هو مسؤول كونه هو الأكبر سناً شركه مثلاً لما بفترة الحمل اللي عم بشتري غراض الطفل الجديد ملابسه أطلب الأخ الأكبر أنه يشاركني تعال نختار لأخوك شو البنطلونات اللي بلا يلبسها الأحزية شو رأيك بهذا اللون إلى أخري فبيشعر أنه هو إله أهمية وبيتأخذ رأي وفاة هذا شوي شوي مع كثير من الاهتمام بهذا الجانب رح يقلل من مشاعر السلبية ومشاعر الغيرة اللي حتكون مرافقة للطفل عندها إنجاب طفل جديد لما بين ولد أيضاً الأمر بهذا الشكل بطلب منه مساعدة ممكن تعطيني الغيارات أخوك ممكن تحضر لي ممكن تساعد حتى أحياناً بالرضاعة إذا كان بيأخذ ممكن الرضاعة الصناعية ممكن يساعد بهذا الأمر لكن طبعاً بإشراف الوالدين حتى يشعر أنه داخل هذه الدائرة وليس خارجها أو مستبعد لأنه صغير هذا الأمر رح يخفف من المشاعر لأنه هو تقريباً البيب الجديد يعني يأخذ كل الاهتمام والوقت والمجهود وهذا يخلي الأطفال يحسوا بنوع من فقدان الأمان صحيح مع أنه هو المركز والمحور صار فيه أختان يتوزع الاهتمام لأله فأصبح فيه شريك حتى بالمشاعر فحتى ما يشعر أنه هو إجاء حد حل مكانه وإنما أصبحنا شركاء ضمن هذه الأسرة هذا الأمر كتير مهم متابعته وتكون الأم فعلاً منتبهة لتصرفات الطفل وما تنتظر منه يعبر بالكلام أنه يشعر بالغيرة وهو مزعج لازم تترجم تصرفاته حتى تعرف ما فيه تشعر فيه هذا الكلام مهم أنه تعبر عن حبها لابنها دائماً البن الكبير تذكروا دائماً أنه مهم وأنه موجود صحيح أن الأطفال زي ما ذكرتي ما يعرفوا يعبروا عن المشاعر التي تزعجهم صحيح نأتي الآن إلى الجانب المالي وهو الجانب اللي يقلق دائماً أكثر صعوبة هل فيه طرق ممكن نقدمها كنصيحة للأباء والأمهات الجدد يعني فيه توفير أو طرق أو سبل لتوفير المال بمناسبة القدوم البيت الجديد؟ صحيح كما هذا الأمر جداً مهم هو متعلق بميزانية كل أسرة بعض الأسر بتكون عندهم زويدخل محدود يعني عندهم ميزانية محددة بيستطيعوا يستخدموها لموضوع دخول طفل جديد أو مولود جديد الأمر هو المتعلق بتأسيم الأولويات خلينا نقول وتحديد النافقات بمعنى مثلاً من خلال الاستعداد للولادة الأم تشتري بعض الأشياء والحاجيات للطفل المفروض أنها لا تكسر من الأشياء لأنها غالباً العاطفة هي المصيطرة فتروح تشتري كل شيء بالسوء وإنها تشتري قطع غريبة ما تعرفش أصلاً لإيه تحتاج بس تقول خب لا أشتريها وهي يعني مش مهمة صحيح أن تكون إنها لطيفة أو شكلها كيوت صحيح تماماً صحيح فهي هنا النقطة أنه هي ممكن تبالغ بالشراء لمجرد أنه أشياء عجبتها فتبالغ بالنفقات هذا الأمر كتير مهم أنه تحط ميزانية محددة وتحط الإحتياجات قائمة بكل الإحتياجات وتأسيمها على أشهر الحمل بشكل إحنا كل شهر درجة بعض الإحتياجات وتحاول تركز أنه ما تكون تحت سيطرة مشاعرها وإنما فعلاً هي الشغلات اللي هي بحاجتها والأشياء اللي بحاجتها هي اللي تشتريها فقط حتى ما يكون فيه يعني الميزانية تكون قادرة على السيطرة عليها وتجهز فيما بعد الولادة ليس فقط بالملابس الطفل وإنما أيضاً هنا بحاجة لتوفير بعض المبالغ للأمور الطارئة لأنه الطفل خاصة بالأيام الأولى ممكن تحتاج الأم لزيارة الطبيب لأنه هي بتكون بحالة توتر وهو حديث الولادة ممكن تحتاج لعلاجات معينة ودوية معينة تظهر فيما بعد الولادة فلازم يكون فيه استعداد مالي وإلا حيشكل ضغط نفسي كثير على الأم وعلى الأب فلازم يكون فيه اهتمام بهذا الأمر يأخذوا بالاعتبار للجانب الطبي أو الصحي والاهتمام فيما بعد الولادة يكون فيه ميزانية مخصصة لإله وكثير جانب مهم أنه لو كان فيه أخوات أكبر منه فلازم كمان ما ننسى هنا من الهدايا ومن شراء الأشياء اللي أثناء الولادة طبعا لأنه وحي يشعر بالغير الأطفال الآخرين لما يشوفوا كل الاهتمام على المولود الشديد وهم ما بيجيبوا له شيء فمنهم حتبلش بزور الغيرة والمقارنة فيجب الانتباه لهذا الأمر حتى ما يشكل مشاعر سلبية لدى الطفل لاحقا إذن رسالة لكل الأمهات نحن عندنا في اليمن نسمي هذه الأشياء تنافس ابتعدوا عن التنافس واشتروا الأشياء المهمة نأتي إلى بعض العادات والتقاليد أستاذة ترهق الآباء وتعرف لكل دولة عادة وأشياء مكلفة ماليا كيف يتعامل الآباء مع هذا الشيء أعتقد هذا بيرجع لاختيار الزوجين لبعضهم مرجعتهم بالحياة دائما كيف تكون بعض الهالي أو الناس مرجعتهم خلينا نقول لعادات وتقاليد يعني كثير بيلتزموا بعادات وتقاليد المجتمع اللي عايشين هذا ممكن يسبب لهم حرج ببعض الأحيان لأنه ممكن تكون ميزانيتهم لا تسمح لهم بمجارات هذا الأمر لما بيكون الإنسان أحيانا ممكن مرجعيته دينية ممكن يعني فينا نقول تختلف مرجعيت كل الإنسان هذا الشيء بيحدد هو كيف رح يتعامل مع كل موقف موقف حياته بما في ذلك الأمور المتعلقة بالعادات والتقاليد والأعراف يعني مثلا لو نحن متفقين نحن مثلا زوجين من ثقافتين مختلفتين متفقين على أنه اللي بيمشي معه العلم نحن ماشين معه يعني مرجعيتنا علمية خلينا نقول فرح يخلينا نقلل بعض هذه الأشياء لأنه إذا ما كان فيه إلها أثر جيد على الطفل فأنا ما رح أعملها مثلا في بعض حتى العادات ليس فقط ماليا حتى مثلا في بعض العادات بيحطوا ملح على جسم الطفل الجديد أو بيحطوا مكونات معينة هذه ثبت العلم أنه هي ممكن يكون إلها أثر سلبي كثير على يا الله أشي فعله بالطفل عندنا نحن العرب جدا وتختلف من مجتمع على آخر لذلك الأمر كثير مهم أنه نتابع هذا الأمر صحة فمتابعة الأمر خذينا أخذ تفسير صحيح فعلا موضوع الاهتمام أو الجانب المالي والعادات التقاليد عادة يترهق الوالدين والتعب الأهالي نحن 40 يوم تقلل صحيح يعني هذه فعلا مشكلة ويتكلفوا الأهالي ويتكلفوا الأباء والأمهات بس عشان يحسوا بالفرحة وعشان يكون زي ما نقول نبيض وجهنا وهذه تكاريف مرهقة على الأباء والأمهات وخاصة في الوضع الحالي يعني هذه تعتبر كارثة بالنسبة لهم كارثة مادية صحيح لذلك يجب الإبتعاد عن هذه الأمور التي يمكن تشكل عبء على الأهل وحتى تناقض مع ما يعتقدون فيه سواء كان اقتصاديا ماديا أو معنويا خلينا نقول أعطيك ألف عبيرا أستاذا نادا فعلا الموضوع يعني مهم جدا ونتمنى أنه يكون الأمهات الجدد بيستقبلوا المولود والضيف الجديد استفادوا من هذه الفقرة شكرا لتوجدك معنا إن شاء الله يكون المشاهدين استفادوا من شلامك لأنه فعلا مهم إن شاء الله قدوم طفل قديد ليس بالأمر السهل صحيح شكرا للكم ونهارك أسعد ونهارك أسعد إذن مشاهدين للنجاح أوجه كثيرة منها ما قام به الفلسطيني عبد الكريم أبو حجله البالغ من العمر 34 عام هذا الشاب الذي لم يقل ذات يوم مستحيل أو لا أستطيع فصنع مركبته ذات الدفع الرباعي بيديه خلونا نشوف التقرير التالي ونرجع لكم يقف بفخر أمام أصدقائه ليريهم ما صنعته يداء يقودها على الأرض بعد أن ظل أياما وليالي يقودها في مخيلته وهو الذي صنع من اللاشيء شيئا كبيرا وتحول تعبه وعلق جبينه إلى دموع فرح من السيارات الخردة اللي هي كونتال فيه وعادت أهيلها شتريط مطور وغير وكل ما يلزم للي صناعة هذا الجيب طبعا كلف هذا الجيب ما يقارب الأربعين ألف شكل كلفت هذه السيارة الشاب الفلسطيني عبد الكريم أبو حجل عامين من عمره بثلاثة عشر ألف دولار أمريكي إذ قضى أربعة وعشرين شهرا في تجميع أجزائها من أماكن متفرقة مستعينا بأصدقائه والإنترنت لتصبح بهذا الشكل الذي ابتكره هو ولطالما حلم به كانت أمنية أبو حجل اقتناء سيارة جيب ذات دفع رباعي مخصصة للطرقات الوعرة والجبال لكن الأمر يفوق إمكانياته لذا اتجه لصناعتها بيديه هذول الجبات الدفع الرباعي بتوصل ببالغ طائر بالماء وقارب اللي بيستوردوهم من بره من 250 إلى 300 ألف بجوز أزيل وما عندي القدرة اللي أتمكن من شراء جبكة مثل هذا فأجدت خلاص الفكرة في رأسي أني أنا لش عندي هواي هذا الأشي وحب لهذا الأشي فقررت أني أنا أصنع هذا الأشي من ذاتي أنا مش مقدرة أني أشريه مش طرع فقررت أني أصنعه مني من ذاتي أنا يطمح أبو حجلي إلى تطوير مشروعه وإنتاج مركبات أخرى وبيعها في السوق الفلسطيني أول ما صنعت هذا كان هدفي أني أعمل مشروع مشروع أني أقدر أصنع هذول الجبات وأبيع بعد أن كان يملك درجة نارية ولا يستطيع أن يصعد بها الجبال مع أسرته أتته فكرة صناعة هذه السيارة ذات الكراسي الأربعة لتسعهم جميعا ليس هذا الإنجاز الأول للشاب الفلسطيني عبد الكريم أبو حجله فقد صنع قبلها مركبة ميكانيكية لطفلته ذات السنوات الخمس فالعزيمة والفشل لا يجتمعان في قلب إنسان فعلاً اختراع رائع يعني يعني اختراع سيارة أنت مستوعبة وأربعة بدفع رباع يعني صحي فعلاً ممكن أفكار بسيطة لكن تتحول إلى شيء كبير ومهم ويستفيدوا منها الجميع إذن مشاهدين الآن دعونا نستقبل معنا زميلتنا وفا صباح الخير وفا صباح الخير يا بنات اليوم صحيت بمزاج حلو وعملت كذا شيء بالحليب يا رب دائماً والسبب إنه وعيت كذا على أكثر من فكرة خلتني سعيدة فكرة الناس الحلوة والغير حلوة بحياتي أيضاً يعني يبدو أن هناك مشاعر فياضة تختلف كل يوم يعني كل شخص أضاف لي قيمة بحياتي خلاني سعيدة أيضاً محاولة تقديم معلومات للناس هذا شيء يخليني إيجابية بشكل كبير جداً إن شاء الله تكون إيجابية يومين ونحن نكون كمان معاك لازم إن شاء الله وهذا يسمونه الوعي بالمشاعر وعلشان كذا خصصنا هذه الفقرة للمشاهدين يا سلام مشاهدينا الوعي بالمشاعر قبلة قد يسمعها البعض لأول مرة لكن إن عرفتها وعشتها فستكون أكثر طمأنينة وسعادة ولتفهم نفسك والآخرين من حولك وتختار الخيارات المناسبة لتعيش حياتك كما يجب أن تعاش ما عليك إلا أن تتابع هذه الفقرة التي نستضيف فيها عبر السكايب الطبيب النفسي الدكتور ملهم الحراك أهلاً وسهلاً بك دكتور ملهم أهلاً وسهلاً أستاذ أبطاء حياك الله سعيد بتواجدي معكم سعيد بهذه الطاقة وهذا الشعور الإيجابي أنت بثتي في بداية المقابل شكراً دكتور علينا جميعاً إن شاء الله دكتور نحن نعرف كيف المشاعر تؤثر على حياتنا وعلى قراراتنا بشكل كبير وقبل ما نخوض بهذا الموضوع نريد أن نعرف ما هو مفهوم الوعي بالمشاعر لأنه يعني مصطلح قديد جميل جداً أنا رحاول الاتصال لأن الفقرة مختصرة ولكن إن شاء الله تعالى زودة وفيدة جداً للمشاهدين السادة المشاهدين الحقيقة الوعي بالمشاعر شيء مهم جداً جداً والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال بل الإنسان على نفسه بصيرة الإنسان يجب أن يكون مستقصر بنفسه متصل بنفسه وعالم المشاعر الحقيقة في ناس تفتكر المشاعر السلبية هي عالم بشع بالعكس كل المشاعر هي عالم جميل ومهم على الإنسان أن يتواصل مع نفسه نحن نعتبر في علم النفس المشاعر هي عبارة عن رسائل من الذات يعني أنا حتى أفهم أعماق نفسي الحقيقة هو الإنسان فيه شعور ولا شعور يعني فيه شيء خفي على الإنسان نفسه فيه نفسه يعني يعلم السرة وأخفى فيه شيء أخفى حتى من السر فأنا حتى أفهم نفسي أحتاج بعض المشاعر أن نفسرها والآن رح أعطيكم مفاتيح خمسة لتفسير مشاعرنا دكتور مثل ما قلت قبل قليل أنه المشاعر تؤثر على قراراتنا خاصة لو كانت قرارات مصيرية مثل قرارات اختيار التخصص اختيار شريك الحياة العمل اللي نريد الدخول فيه والناس متعارف عندهم يقولوا يفصل قلبك عن عقلك ونحن بشر يعني مكونين من عقل وعاطفة السؤال كيف أوازم بين قلبي وعقلي تمام جميل جدا أحيانا الإنسان أستاذ وفاء ليش موضوع مهم الإنسان عادة يدخل فيه شعور بدون أن يعلم يعني مثلا أحيانا فجأة تدخل فيه شعور غضب وتتصرفي على أساسه وياخذك هذا الغضب يزحلئك ياخذك لمكان جدا سيء المشكلة أو الشيء اللي حصل أنك لم تعي أنك دخلت في المرحلة الأولى من مراحل الغضب أحيانا واحد يفتكر لموقف حصل في طفولته مثلا مع طبيب وكان الطبيب لطيف معه أو بالعكس كان الطبيب غير لطيف فأن الطب مهنة هو يحبها أو لا يحبها فسر أيضا شعور الحب قد يكون خاضع وبالتالي دائما هذه المشاعر أنا بحاجة أفهمها أنا حكيت أنه في خمس رح تحكيهم بشكل سريع جدا ما هي كيف أنا بدي فسر هذه الشعور عندي خمس أشياء فيني فسر فيها الشعور أول شيء شعور أحيانا يكون ناجم عن شيء بيولوجي يعني مثلا نقص فيتامين دا ممكن يسبب مشاعر من الإئاب أو القلق أيضا حساسية الأطعمة في بعض الناس بعض الأطعمة تزعجهم فبعد ما يأكل أطلة معينة يصبح مزاجه سيء النساء عادة قبل الدورة الشجرية يدخلوا في حالة بعضهم يعني هناك كثير مشاكل زوجية عادة تلشأ بسبب عدم إدرار الزوجة أو الزوج لأنه فيه شيء بيولوجي بيخلي مشاعرها بهذا الوقت غير جيدة إذن هذا الجانب البيولوجي هذا واحد اثنين المشاعر في النظرية المعرفية هي عائدة لأفكار أو طريق التفكير ما فأنا إذا وعيت لطريقة التفكير هذه أنا مثلا سابقا لما كنت صغير كنت غضوب جدا ولكن لما غير طريقتي في فهم الناس وتفسير الأمور صرت حليم جدا إذن أستطيع أن أفهم من شعور الغضب أنه أنا الآن أحتاج إلى تدريب أو أحتاج إلى تطوير هذه المهارة فإذن طريقة التفكير أحيانا أو في كثير من الأحيان تلعب دور في المشاعر أيضا بعض السلوكيات التي أتصرفها في حياتي اليومية تلعب دور في التحكم المشاعر مثلا غياب النشاط البدن طول الوقت أنا جالس هذه تؤدي إلى سرعة غضوب سرعة توتب إلى آخرية أيضا في ناحية تانية مثلا التدخين الإدمان كل هذه الأشياء تؤثر بشكل كبير على مشاعرنا فإذن السلوك أيضا يلعب دور والطرار الذي نحن نأخذه يلعب دور في التحكم بمشاعرنا أيضا في سلوكيات تؤثر على مشاعرنا من ناحية البيلوغية بالأطعمة نقص فيتامينات أو من ناحية أفكار وفهم أنفسنا يعني ممكن أن الشخص يتغير ويدرب هذه المشاعر وتحسب أنك جنم صغير وفيك أنطوى العالم الأكبر يعني الإنسان نفسه عميقة للغاية وفيها أشياء عجيبة جدا فهذه الإنسان إذا انتبه لها فجدا تأثر فيه باقي تنتين الناحية هي الحاجات عند الإنسان يعني مثلا شخص جالس في فقر في عوز في حرب أو يعني زي ما حاصل في مجتمعاتنا أكيد هذا الشعور في عدم الأمان دائما ينعكس على تصرفاته ومشاعره فهذا الشخص يجب أن يسعى قدر الإمكان لتأمين نفسه أو تأمين عامته أيضا في بعضهم طبعا أنا عايش في أمان عايشين في الحمد لله محبوحة مثلا ولكن عندي مشاعر مزعجة عندي مشاعر من القلق أحيانا تكون هذه المشاعر رسالة من نفسك يا إنسان أنت لا تفعل شيء أنت خلقت لغاية خلقت لهدف فأنت هل تحقق هذا الموجود نحن نسميها مشاعر القلق موجودي فأنا أطلب من الناس أنوا يعني أشتغل حتى لو عمل تطوعي حضرتك لما دخلت على الاستوديو شربت حليب وشاي وجلست تكلمتي مع الزميلات فنشرتي شعور جميل هذا تصرفك فإذا أنا أحيانا إذا دخلت على البيت أو دخلت على مكان العمل وتكلمت بعض العبارات صرفت بعض السلوكيات ضيفتهم شاي ضيفتهم كذا هذه تؤثر على المشاعر عندي وعندهم أنا أقولهم للناس عادة مشاعر الامتنان تغدى يعني المشاعر الإيجابية تنقل أو المشاعر الامتنان يعني الامتنان أيضا شيء مهم جدا لما أمتنفت مثلا لزوجي أو لأمتن لأمي أحيانا تفاصيل صغيرة أقولها للناس كوني يعني ما رح تأثير فينا بلو جربها قل لأمك مثلا على أنت بزماناتك سهرتي معي كنت مريض ويعني ساعدتيني فأنا للآن أذكرها شوف كم تأثير الامتنان عليك وعليها جميل جدا دكتور البيئة المؤثرة البيئة المحيطة مؤثرة على قراراتنا ومشاعرنا كما أسلفت أحيانا يحصل أنه في ناس يعني الناس المؤذية ضروري تكون موجودة بأكثر من بيئة فالمرأة الأولى تتجاهل تتجاهل التصرف وتكبت داخلك مرة وثنتين إلى العشر يحصل أحيانا موقف تافه لا يستحق تحصل ردة فعل مبالغة فكيف أتصرف أو أعبر عن مشاعري بنضغ وذكاء؟ نعم جميل جدا وهذا يسمى الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي أو مهارات الذكاء العاطفي أول شيء أن أترك مشاعر الآن في ناس كثير زي ما حكيت لك يدخل في شعور سلبي وهو لا يعلم وهو لا يعلم أنه الآن هو في شعور سلبي بعدما يتصرف تصرف غير مقصود يندم بعدها فعليه في مثلا أنا الآن سأخذ مثال الغضب أنا الآن بدأت أشعر بالتوتر لا سمح الله من المقابلة فأقول لك عفوا يا أستاذ وفاء أنا الآن أشعر بشعور أعطيني مجال أشرب مثلا شاي أو أعطيني مجال روح الغضب أو أنا في موقف مواقف الحياة مع زميلتي مع زوجي مع أولادي لما ببدأ بشعور الغضب أقول لهم أنا الآن غضبان يعني أعلن أتكلم بهذا الشعور أنا مش غضبان منك أنا غضبان من التصرف فأعطيني فرصة بس مثلا أشرب مية أجلس شوية أفصل روح لمكان آخر حتى أتحكم في هذا الشعور فهذا التصرف جدا سليم في ناس مثلا لما يطلعوا على مقابلة على تلفزيون على مسرح طلاب يعني مثلا وهو متوتر ليس متعود على هذا الشيء فطبيعي أنه الواحد يتوتر فطبيعي أنك تكون يعني فاميليار آلف مشاعرك أقول لهم للناس أسف أن هذه أول مرة أطلع على تلفزيون أول مرة أطلعتها أشعر بقليل من الارتباك أنا سمعتها من أسادسا في الجامعات هذا الكلام في محاضرات أحيانا يقولوها فشيء عادي وطبيعي نحن بشهر في النهاية في الاعتراف في المشاعر مثل أنا جوعان أنا عطشان أنا متوتر أنا زعلان أنا غضبان الإنسان لازم يكون فاميليار يحكيها عادي جدا نحكيها وأيضا لما شوف الطرف الآخر تعبان أو غضبان وداخل معي بنقاج قالوا باين عليك الغضب اجلس شوية راح جبلك مي ساعدوا على التحكم بغضبه وأنا يعني عندي بعض الشعوب تجدها عنده ذكاء عاطفي مثلا عندنا في الشام يعني طالبة ماضيين في دمشق تجدهم فيه يعني مش تمييزة لعباق المناطق أيضا أهل اليمن أهل التجارة دائما أهل التجارة يقرؤون مشاعر الناس لأنها التجارة تطلب شيء من الفهم النفسي للآخرين حتى أنا أعرف روج المنتج تبعي تجد الناس اللي يشتغلوا في التجارة عندهم ذكاء في موضوع إدارة المشاعر لما يشوفوا عمير ضببان إلى آخرين يأتيني تجار إلى الاستشارات أقول لهم كما تمارس الزكاء العاطفي يعني أحكي لهم هذا الكلام في تجارتك مارسوا مع زوجتك مارسوا مع أطفالك إنه طيب هنه بالبيت لازم تتعامل معهم بطريقة أفضل خيركم خيركم لأهلي شكرا لك دكتور ملهم الحراكي أخصائي في التربية النفسية كنت ضيف معنا اليوم في صباح بالقيس مشاهدين الكرام فعلا أن الواعي بالمشاعر يجعلنا نمسك بزمام الأمور وتكون تصرفاتنا فعلا صحيحة ودمتم دائما بواعي وحياتكم مطمئنة ورائعة أعود الآن لزميلاتي أحب أن أختم كما قال الدكتور ملهم بأبيات لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر السلام السلام هذه من أحد المقولات المفضلة فعلا يعني فعلا والوعي بالمشاعر يجعلنا نفهم أنفسنا ونوصل لحالة من الاتزان النفسي فعلا التوازن نفسي حتى لو الحياة من حولك اضطربت تاخلك أن تشعر بتوازن وتقدر تحتوي حتى الآخرين فلما يحتوي نفسه ما يقدر يحتوي الآخرين إذن يا بناتا خليكم تكملوا بقية الفقرات أو الوداع ونلقاكم بكرة إن شاء الله بمواضيع جديدة إن شاء الله مشاهدينا ما زلنا مستمرين بفقراتنا لهذا اليوم معنا تقرير يا سمية عن تعز يعود تاريخ مدينة تعز المعروف إلى القرن السادس للهجري وقد ورد اسمها في كتابات الرحالة العرب والأجانب وكانت محاطة بصور مصنوع من الأحجار وله ثمان بوابات لم يبقى منها في أيامنا سوى الباب الكبير وباب موسى في من دثرت الأبواب الباقية أو تعرضت للإهمال في التقرير التالي نتعرف على أبواب تعز القديمة وتاريخها أجمل المدن اليمنية وقلعة عظيمة من قلاع اليمن وليس في اليمن أسعد منها مدينة هذا ما قاله الرحالة في كتوبهم عن تعز بدءا من ابن بطوطة الذي زارها في عهد الدولة الرسولية مرورا بياقوت الحموي الذي حل فيها مدة قصيرة من الزمن عام 1229 وانتهاءا بالرحالة الأوروبي لودوفيكو الذي زارها عام 1508 وهذا ما بقي من سور تلك المملكة المعروفة حاليا بمدينة تعز القديمة بدأت تعز حياتها مدينة وقلعة حصينة يحتضنها سور يحوي ثمان بوابات وكلها لهذه المدينة التي جعلت من جبل صبر مرزحا لها إلا أن الأغلب منها اندثر لأسباب كثيرة منها الإهمال والحروب ولم يتبقى منها سوى بوابتين شاهدتين على عراقة هذه المدينة أول هذه الأبواب باب موسى ويقع شمال غرب المدينة وهو مدخل تجاري للمدينة وشكل على مدى مئات السنين مصدر أمان للسكان هناك وأعيد تشيده آخر مرة في العهد العثماني وهو الباب الباقي إلى يومنا هذا إلى جانب الباب الكبير شمال شرقي المدينة الذي أعيد تشيده عام 1956 وهو المدخل الرئيسي والتجاري الذي يوصلك بالسوق بشكل مباشر موسيقى 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 وباب القلعة في جنوب شرق المدينة القديمة وهو الواصل بين قلعة القاهرة وداخل المدينة عبر سرديبة متدرجة بعضها يرى والآخر في جوف جبال صفر وفي الجهة الشرقية للمدينة القديمة يوجد باب الوحدة المفتوح على وادي المدام أما عن خامس هذه الأبواب فهو باب المخلولة ويقع في الجهة الشمالية للمدينة وعليه شباك من الحديد مخصص لمرور السيور الأمطار كون تعز تعتبر ثاني أغزر منطقة يمنية يهطل فيها المطر بعد مدينة إبنه موسيقى والزائر للمدينة من منتصفها أي من الجهة الغربية كان بإمكانه الدخول حيث يقع باب المداجر أو ما يعرف بباب المحاريق وهو من الأبواب المندثرة أو الباب الثامن المعروف باسم باب الشهابية الواقع في الجهة الجنوبية الغربية تحت قلعة السراجية القريبة من جامع عبدالهادي موسيقى أما آخر الأبواب المندثرة فهو باب النصر وكان المنفذ الجنوبي الرئيس للمدينة القديمة ويمتد منه مدرج رسمي إلى جبل صبر لدخول وخروج أبناء صبر منه موسيقى كانت تعز عاصمة الدولة الرسولية والدولة المتوكلية مؤخرا وفي العام 2013 منحت رسميا لقب العاصمة الثقافية للمان وكان السور يحفها إلى جانب الأبواب التي كانت تحمي ساكنيها عندما تغلق ليلا فيهنام سكانها آمنين كأنهم في منزل كبير موسيقى 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 إذن مشاهدينا بتقرير تعز وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ولكن قبل أن نختم وصلتنا مشاركات لسؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي كان هو كيف نستقبل أو ما هي إجراءات استقبال طفل جديد تربويا واجتماعيا واقتصاديا فيه تعليق كان من إشراق الأغباري قالت أنا لسه مستقبلة ابني من شهر أهم الإجراءات أولا الاستعداد الأب والأم نفسيا من خلال البعد عن أي طاقة سلبية والبدء بالتخطيط لتقاسم المهام بالنسبة للشغل أو للإهتمام إذا تواجد أطفال آخرون والاستعداد أيضا بتثقيف أنفسهم من خلال القراءة كيفية التعامل مع البيبي الجديد وعدم أخذ بأي كلام من غير أخصائيين نفسيين وأيضا وصلنا تعليق آخر من حمزة القاضي يقول حمزة يجب أن يكون هناك بيئة مجهزة للطفل ويجب أن يكون الوالدين مهيئين للتعامل والصبر على الطفل في سنوات عمره الأولى وينعكس هذا الاهتمام المبكر على مستقبل الطفل نفسيا بشكل كبير وتعليق من أميرة سعيد قالت قبل عمل إجراءات لاستقباله ينبغي عمل دورات تأهيل وتثقيف للأمهات المقبلات على الإنجاب والآباء المقبلين على استقبال أطفالهم لأن الطفل في السنين الأولى يكون الكلمة الد الخام انتشكل بالشكل الصحيح نشأ بطريقة سليمة وصحة نفسية ممتازة وأيضا معنا تعليق من يوسف المعمري يقول تأمين صحي تأمين تعليم تأمين مسكن وتربية ووديعة بنكية باسم الزيب الجديد يسلام عبارة عن نقاط قالها يسر إذن بهذه التعليقات وصلنا أعزائي المشاهدين لختام حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا بكرا إن شاء الله بمواضيع شيقة ومختلفة في برنامج صباح بالقيد شكرا لتعليقاتكم ونراكم غدا في رعاية الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة